السلام عليكم ورحمة الله أنا إبراهيم الوادعي اشتريت سماعة كوشين اتش جي 2000 قبل سنة تقريبا من سوق نون كان سعرها في هذا كل وقت 41 ريال لكن الآن بعدما شيكت على نون شفت سعرها ارتفع المفروض العكس ينخفض سعرها المهم الآن مرت سنة على شرائي للسماعة وفي هذه الحلقة رح نتعرف على مواصفات السماعة وراح أقول لكم كيف كانت تجربتي معها رح تشوف الحلقة مقسمة تقدر تنتقل إلى القسم اللي همك وبالنسبة لأسئلتكم عن السماعة ما أقدر أجاوب عليها كلها لأن الحلقة رح تطول لذلك رح أكتفي بالأسئلة اللي ما تكلمت عنها أو أشرت إليها في الحلقة خلونا نبدأ أولا عندنا في العلبة قطعة لتحويل السماعة من منفذين منفصلين إلى منفذ واحد من شان تقدر تشغل السماعة والمايك إذا كان جهازك فيه منفذ واحد 3.5 وعندنا كتاب التعليمات وأخيرا عندنا السماعة السماعة تصميمها جميل ومتوفرة بعدة ألوان وموجود في السماعة إضاءة LED على حسب لون سماعتك مثلا إذا كان لون سماعتك أحمر رح تكون الإضاءة حمراء وإذا كان لون سماعتك أزرق رح تكون الإضاءة زرقاء وهكذا وسلك السماعة طويل رح يفيدك إذا كان جهازك بعيد عنك مرونة السماعة جيدة وتقدر تكبر أو تصغر حجم السماعة إلى الحجم اللي يناسب رأسك فيه نقطة واحدة ما عجبتني في تصميم السماعة وهو الحجم حجم السماعة كبير وهذا مقارنة حجمها مع سماعة عادية ووزن السماعة تقريبا 300 كرام بالنسبة لي وزن السماعة ثقيل وإذا استخدمتها فترة طويلة مثلا ساعة أو أكثر أشعر بألم في رقبتي بسبب وزن السماعة الثقيل وبالنسبة لي وسادة الأذن مقبولة راح تعزلك الأصوات اللي حولك عزل بسيط ووسادة الرأس أيضا مقبولة السماعة فيها ثلاثة منافذ منفذ USB A لتشغيل الإضاءة والمنفذ الأخضر من نوع 3.5 لتشغيل الصوت السماعة والمنفذ البنفسجي أو الأحمر أيضا من نوع 3.5 وهو لتشغيل مايك السماعة ومن هذا المكان تقدر تتحكم في صوت السماعة تقدر تزيده أو تنقصه ومن هذا المكان تقدر توقف أو تشغل مايك السماعة أوكي الآن خلونا نتكلم عن جودة السماعة والمايك صوت السماعة ممتاز نقي وقوي ووساعد السماعة فيها عزل الأصوات اللي حولك بالنسبة بسيطة أوكي بالنسبة لجودة صوت مايك السماعة الصوت اللي تسمعوه الآن هو من مايك السماعة بدون أي تعديل عليه أشوفه ممتاز من أفضل مايك السماعات اللي جربتها حتى الآن أوكي الآن خلونا نجاوب على أسئلتكم عن السماعة السؤال الأول كم هو تردد الصوت أو قوة الصوت فيها بالكيلو هيرتز تردد صوت السماعة 20 كيلو هيرتز ما مدى جودة القماش العلوي أو الجلد وهل هو جيد لأن هناك ناس يعطيهم مشاكل في إنحناء الرأس لفترة طويلة جدا من هذا الأمر بينقوسين لأنها ضيقة عليهم جودة القماش مقبول ولا تخاف من ناحية ضيقة السماعة لأن حجمها كبير هل القماش أو الجلد العلوي والجانبي للأذنين قابل الغازل والتغيير أو العكس؟ ما أعرف ما ذكروا أي شيء عنه في كتاب التعليمات ولكن اسم القماش اللي في السماعة بروتين ابحث عنه في جوجل وتأكد هل لها وكيل في السعودية؟ وكم مدة الضمان فيها؟ ما أعرف إذا كلها وكيل أو لا ولكن بالنسبة للضمان نون رح يضمنها لكسنتين أوكي انتهينا الآن من السؤال الأول السؤال الثاني أريحتها للأذن عند الجلوس لفترات طويلة عادي أنا أستخدم السماعة الساعات طويلة وما شعرت بأي ألم غير ألم الرقبة هل تكتم الصوت للمستمع فقط؟ نعم السماعة تكتم الصوت لكن لو زيت الصوت مرة أكيد اللي جنبك رح يسمع السؤال الثالث أهم شيء كيف جودتها من بره؟ جودة السماعة عادية ما صنوها من البلاستيك وتصميمها بشكل عام جميل وعنده سؤال ثاني سوي مقارنة بينها وبين سماعة نون إيست إن شاء الله ممكن الفيديو القادم أو اللي بعده أوكي انتهينا من أسئلتكم عن السماعة وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأعتب إليك شكراً لكم